تحية طيبة لكم جميعا مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة أخبار الظهر في جندوبة تتوصل عملية أدفاء الحرق الممتدة منذ أيام في غابة فرنانا وعيندرهم حيث تم إجلاء العشرات من المتسكنين وإيواءهم في أحد المعاهد الثانوية بمدينة فرنانا فيما تولت فرق تابع للحماية المدنية نقل عدد من الذين أصيبوا بالإغماء إلى المستشفى المحلي بفرنانا لتلقي الإصعافات الأولية ولم تسجل أي خسائر بشرية في ظل اتساع رقعة الحرائق المستعرة في عدة مناطق بولاية جندوبة وامتداد ألسنة اللهب إلى الغابات والمساكن والمتلكات الخاصة والعامة يقاوم رجال الإطفاء والحماية المدنية والمتطوعون النيران التي حولت معترضها إلى رماد كما سارعت هذه الوحدات بتشكيل حزام آمين لمنع وصول النيران إلى المنازل وحماية المتسكنين هنا حيث الطبيعة الخلابة والغابات المتشعبة أتت عليها النيران لتحول المشهد إلى دمار أما المساكن التي طالتها ألسنة اللهب وسوتها بالأرض مخلفة وراءها غمامة سوداء فقد أجبر متسكنوها على تركها متسكنونا فقدوا المواشي وبيوت الناحل وغيرها من الممتلكات فالحرائق الغابية التي تشتاح منطقة الفوازعية وعين الدبة من معتمدية فرنانا وأمام استحالة السيطرة على لهيب النيران القوية وسريعة التي التهمت الأشجار والمنازل وأكوام التبن وبعض ما تبقى من الحيوانات خلفت حالة من الهلع في صفوف المتساكنين الذين فروا على عجل لتبقى الأولوية المطلقة بالنسبة إلى الأطراف المتدخلة هي أجلاء المواطنين وتأمين سلامتهم من الحرائق وحماية أرواحهم حرائق غير مسبقة خلفت خسائر مادية جسيمة وأضرارا بيئية كبيرة حرائق تمست أحلام أهالي المنطقة كبارا وصغارا وعمقت جراحهم وأحزانهم وشوهت طبيعة خلابة لعل الأيام كفيلة بقلب الموازين ليعود الإخذرار وتضمد الجراح ويثيء المستقبل في عدمة المشهد فسواعد البناء أقوى من معاول الهدف وفي انتظار التواصل مع مراسل الأخبار من جندوب أحسن الكريم واصل مشاهدين الكرام تقديم النشر وفي شأن متصل كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إلقاء القبض على 22 مشتبها وفيهم بالحرائق الغابات التي اندلعت في عدة مدن جزائرية تبون أكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي للذين يعملون على بث تفرق بين الجزائرين كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إلقاء القبض على 22 شخصاً يشتبه في ذلوعهم في إذرام مجموعة من أشد حرائق الغابات التي وصفها بأنها كارثة حد اليوم حد الآن أني كلم فيكم فيه 22 مشبوه موقوفون وقيل قبضوا عليهم بمساعدة مواطنين شرفاء حرار منهم 11 في تيزيوزو هذا وقد أشد تبون بالتضامن الذي أظهره الجزائريون تجاه المتضررين من حرائق الغابات وحذر في الآن ذاته من محاولة استغلال هذه المحنة للمساس بالوحدة الوطنية حداري 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 من الجاراثيم اللي تحوس تغتنم الفرصة باش تدخل في التفريق الدولة الجزائرية دولة واحدة موحدة شعب واحد موحد ونتصدى بكل وسائل ليتحلين بها القانون باش نكسر هالناس ليمسوا الوحدة الوطنية وكشف تبون في الكلمة التي توجه بها إلى الشعب الجزائري أنه قد أعطى تعليماته للجيش الوطني لاقتناء الطائرات إطفاء بعد تعذر الحصول على طائرات لإخماد الحرائق من بعض الدول التي تم الاتصال بها مؤكداً في الآن ذاته أن البلاد تملك من الإمكانيات المادية ما يسمح لها باقتناء هذه الطائرات ونذكر مشاهدين الكرام معننا في انتظار التواصل مع مراسل الأخبار من جندوب حسن الكريمي حول موضوع الحرائق في الجهة في موضوع آخر يوافق اليوم الثلاث عشر من أوذ ذكرى عيد المرأة الذي تم إقراره سنة ست وخمسين وتسعمائة وألف تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية ويعتبر هذا العيد مناسبة للاعتراف بدور المرأة التونسية في بناء تونس الحديثة وإسهامها الفاعل في إنجاح مختلف الحقبات التاريخية التي مرت بها تونس وبهذه المناسبة أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم على موكب إمضاء اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختياري وتدريبي وإرسال رئيدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية واحتفالا بالعيد الوطني للمرأة أصدر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف موسوعة تحت عنوان النساء التونسيات مئة امرأة وامرأة لتسليط الضوء على النساء التونسيات الرائدات في مجالات مختلفة في انتظار هذا التقرير نمرر كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة هكذا نتحول اليوم من رائدات الفكر إلى رائدات الفضاء فشكرا لكم على ما تقومون به بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية وأقول لهذه الفتاة أو المرأة التونسية التي سيتم الاختيار عليها حلقي أيتها البطلة التونسية ولن ننسى المرأة التونسية فوق الأرض وخاصة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وأريد أن أؤكد مرة أخرى في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وطني أننا سنواصل المعركة وسنصنع تاريخا ناصعا يلقى فيه كل طرف حقوقه كاملة في ظل دولة تقوم على القانون الآن مشاهدين نعود بكم إلى التقرير حول الموسوعة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة حول نساء الرائدات في مجالات متعددة نتابع بداية المنع الليسة مؤسسة قرطا جسولا إلى الناشطة والرحلة لنا بن مهني وغيرهن من النساء التونسيات الرائدات في مجالات العلم والثقافة والفن والالتزام والنظال نساء عايشن حقبات وعصورا مختلفة تم تسليط الضوء على مساراتهن وإنجازتهن ضمن موسوعة من إصدار مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكيديف تحت عنوان النساء التونسيات مئة إمرأة وإمرأة اعتمدنا في اللجنة العلمية على أنه يكون الاختيار يتم على نساء متوفيات نظرا لأنه المسار متاحهم اكتمل ويكونوا قدموا إنجازات ويكون عندهم تميز في مجال من المجالات اللي تم التطرق لهم في الموسوعة كيمة خديجة رابح كيمة حفصية بنت علي سلوقة اللي معروفة في الحوض المنجمي معروفة باللبة اللي مرشا عبيد ما يعرفوهاشي كذلك اتطرقنا للعديد من الفنانات إصدار يتزامن مع احتفاء تونس بالعيد الوطني للمرأة التونسية ومبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف بإسهامات النساء التونسيات كل حسب مجالها إيمانا منا بدور الثقافة في التعريف بالمسارات النسائية اللي تعد جزء من الذاكرة الوطنية وواجب وطني أن نعرفوا بها للأجيال الناشئة وللناس الكل وكذلك للتعريف الناشئة بالمسارات المتفردة منتع النساء هذوما وياخدوهم كقدوة محمل علمي موسوعي من المنتظر نشره على محاملة رقمية على أن تتم ترجمته لاحقا إلى اللغتين الفرنسية والأنجليزية حتى يتم التعريف بالمنارات النسائية ومسارهن المنفرد في العالم نعود مشاهدين الكرام إلى موضوع الحرائق في غابات ولاية جندوبة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل الأخبار حسن الكريمي إذن حسن ما هي تطورة الأوضاع في علاقة بهذه الحرائق؟ شكرا طيب سمذكر أنه كثافة الغطاء النباتي وهبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة تقف حائلا وعائقا كبيرا أمام جهود أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية هناك البارح ثم عمليات إجلاء خاصة في دوار الجوائرية أعوان الحرص الوطنية البارح تكفلوا بإجلاء مجموعة من العائلات فيما يأكد معتمد فرنانا أنه عدد من العائلات رفضت الخروج من مساكنها ليلة البارحة والحمد لله أنه لم تسجل خسائر أو امتداد ألسنة اللهب لمساكنهم ليلة البارحة الأكيد بش نتحدث أكثر بإطناب حول مسألة الحرائق ينضم إلينا كالعادة العميد عادة العبيدي الناطق الرسمي باسم اللجنة الجهوية لمجابات الكوارث والمدير الجهة والحماية المدنية سيد العميد للأسف رغم المجهودات مازلنا نشوفه في النيران تشتعل في الغابات مازلنا نشوفه في الدخان الكثيف اللي يغطي الطرقات يغطي المدن الصعوبات كبيرة اللي قاعدين تواجهوا فاعلة الميدان صعوبات كبيرة لليوم اللابع أحنا مازلت عملية الأدفاع متواصلة من طرف جميع الوحدات المتدخلة سواء كان من حماية مدنية وإلى إدارة الغابات إضافة إلى إدارات الأخرى اللي قامت بتعزيز انتاعنا من إدارة جوية والتجهيز أو ديون الوطن للتطهير وكذلك جيش طيران بطاعة العسكرية اللي بيدي من صباح هذا اليوم في الساعات الأولى يعني بديت قام القيام بعملية الأدفاع كما نشوفه في جبل الدمان اللي ورانا وهو الرابط ما بين منطقة القويرية ومنطقة بنيمتير نعرف بنيمتير تجمع سكني كبير ما يقارب 800 نحايلة موجود بالتالي الهدف انتاعنا أنه نقطع النار ونمنع الوصول انتاعها إلى المنطقة هذية بالطبع تم الاستعانة بعدد 2 آلة كاسحة واللي قاعدين يقوموا بفتح ممر بشمنع انتقال النيران من القطعة اللي نشوفه فيها ورانا إلى القطعة الأخرى للغطاء النبيت الآخر لأنه هو اللي يربطنا بمنطقة بنيمتير إضافة مباشرة إضافة لذلك أنه بالنسبة لأن دبها ما زال حد الآن عملية الأدفاع متواصلة على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 لاحظنا زادة البارح في الليل اشتعال عدد 2 مناطق أخرى ولكن الحمد لله تم السيطرة عليها بعد اكتشافها حينيا زيدة حبيت نذكر أنه تم تلكيز قاعد تصرف الأزمات بمعتمدية فرنانة تحت أشراف الحماية المدنية في متابعة حينية لجميع الوضعيات الموجودة وتم توجيه التدخلات انتلاقا منها وزادة كفكيف حبيت نذكر أنه ليس كانت تدخلات الموجودة هنا بل عنا زادة كفكيف في منطقة ببوش وكذلك في منطقة غالد ما يعني انتشار والتوسع بالنسبة إلى جميع المناطق والناس الكل الموجودة هنا زادة كفكيف دون أن ننسى المواطنين اللي يساعدونها بعمل الكبير ياسر مع صورة الجاوية واللجنة الجاوية هي في حالة انهيقات دائم منذ اندلاع هاتي الحراق إن شاء الله أربي وفقنا في انقضاء على الحراق باستغلال جميع الإمكانيات المادية والبشرية الموجودة تحت الظمة انتعنا شكرا لك سعادة للأكيد كيف ما اذكر سعادة الطيب انه ثم حقيقة جهود لمسناها على الأرض من المواطنين وحتى من مكونات المجتمع المدني والجمعيات اللي حبت تعاون حبت تقدم يد المساعدة كل بما استطاع للأسف كيف ما اذكرت صعوبات المناخية وصعوبة التدريس تكون حق الكبير أمام عمليات الأطفاء وكيف ما تلاحظوا طيب تصلكم الصور مباشرة من هذه الغابات الحرائق ما زالت تمتد داخل الغابات عين دراهم وإن شاء الله رب يستر اللي أكيد أنه مخاوف كبيرة من أنه توصل هذه الحرائق إلى قرية بنمتير وإلى بقية التجمعات السكنية داخل الغابة طيب نعم هذه صور مباشرة تصلكم مشاهدين الكرام من غابات عين دراهم بولاية جندوبة لأسف الإيران مازالت متوسلة على كل شكرا لك مراسل الأخبار حسن الكريمي وأيضا شكرا لضيفك في الملف الصحي رقم قياسي مرتفع جديد تم تسجيله خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة من حيث عدد الوفايات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ مئتين وتسعين حالة وفاة ثلاث وثلاثون منها حصلت في الحادي عشر من هذا الشهر ووثق الأرقام الرئيسية لوزارة الصحة المسجلة بتاريخ الحادي عشر من شهر أوت الحالي فقد تم تسجيل ألفين وثمان وثمانين حالة جديدة بنسبة تحاليل إيجابية تبلغ 22.33% وضع وبائي ما زال يوصف بالدقيق تعيشه جهة جابس خاصة مع تواصل ارتفاع المؤشرات المتعلقة بتحاليل الإيجابية لفيروس كورونا وتواصل النسق المرتفع لعدد الوفاية لا يزال الوضع الوبائي لفيروس كورونا بجهة جابس دقيقا ولم تنخفض نسبة التحاليل الإيجابية المتعلقة بتقصي هذا الفيروس إلى أقل من 32% مؤشرات مازالت مرتفعة خاصة بالنسبة للتحاليل الإيجابية مازالت النسبة عالية والأهم من ذلك هو أن المرضى المقيمة بالمستشفى العدد المتاحهم مازال عدد كبير نفس العدد المتاع الموفيات ما نقصش وما ارتفعش أما ما نخفضش اللي هما بالنسبة للثلاث يام هذا آخر الثلاث يام التوالي سجلنا أحداشن حالة وفاية إشكالية عديدة تسبب فيها تفشي فيروس كورونا في ولاية جابس ومن بينها بالخصوص وجود ضغط كبير على أقسام كوفيد-19 بمختلف مستشفيات الجهة يوم عن يوم يزيد الضغط برشة أولا من كثرة المرضى اللي نقبلوا فيهم بريسك يوميا نحاولوا ما نخلوش في البريكوفيد طاقة الاستيعاب وصلت فاقة لحد عندنا حديش في الوحدة اللي نعاش بالنسبة لوحدة كوفيد عندنا 29 مازال ضغط كبير ديجا ساعات نوصلوا في البريكوفيد كما قلت لكم يبدو مرضى ما نجموش حتى نحاول ونحاول المكسيمون بش نقبلوهم ونحطوهم وإلى نعملهم ترانسفير في أي بلاس أسباب عديدة كانت وراء تفشي فيروس كورونا بجهة جابس والتلقيح ضد كوفيد-19 يبقى هو الحل للنجاح في مجابهة هذا الوباء احنا وفرنا كل الأليات بش نعملوا أكبر عدد ممكن من التلقيح ان شاء الله يكون المواد الواعي احنا فما إقبال حتى في الحمالات اللي صارت لحد اللي قاعدة تصير في المستوصفات مع إقبال للتلقيح احترام بروتوكول الصحي بروتوكول الصحي بش نقص أكثر عدد ممكن وبش منع برش عباد انها تصل حالة خطيرة وانها تصل حالة الوفيات القطاع الصحي في ولاية جابس يشكو من نقائص عديدة على مستوى البنية الأساسية والعنصر البشري زاد في تعقيدها تفشي فيروس كورونا بهذه الولاية تمكنت وحدة الحرس البحرية اليوم من إنقاذ ثمانية وتسعين مهاجرا غير نظمية على بعد أربعة أميال من ميناء جرجيس تعطب مركبهم بعد أن أبحروا في عمليات هجرة غير نظمية ليلة أمس من ميناء صبرات الليبي في اتجاه سواحل الأوروبية وفق ما أفاد به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين منجسليما وحسب المصدر نفسه فإن المجموعة من جنسيات عربية وإفريقية وأسيوية وتونسية تم نقل المهاجرين غير النظمين إلى ميناء جرجيس في انتظار توجيههم إلى العزل الصحي الإجباري احتضنت جزيرة جربا حملة توعوية في السلامة المرورية بهدف ترسيخ مقاومات السلوك الحضاري لدى مستعملية طريق للحد من مخاطر الجولان والتقليس من نسبة الحوادث في جزيرة جربا وأمام ارتفاع أعداد الوافدين إليها من مختلف جهات البلاد وحودة المهاجرين أصلي الجهة تكثفت حركة المرور بها وبادت مختنقة ومعطلة على مدى ساعات عديدة من اليوم وما يترتب عن ذلك من إخلالات وتجاوزات لقانون الدرقات من أجل ذلك نظم المكتب الشهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الدرقات حملة مرورية توعوية واسعة بالجزيرة اليوم تستمر الحملة أولى بجزيرة جربا نظراً لارتفاع العدد الكبير في حركة المرور خاصةً أن جزيرة جربا تشهد أكثر من 500 ألف زاير سواء أجانب أو من التونسيين اللي يوافدين على جزيرة جربا في مبارشة الناس توقف كرهب ما تلبسش بوفاتات خاصةً أن يبدو أصحاب مينش عائلة واحدة احنا اليوم كالجمعية عملنا واش عملنا بوفاتات للسواق هذوما ونحط لهم على استعمال بوفاتات واستعمال شرطو الجيل للوقاية نحبو وممطن تكون توعية مشيرتين توعية مرورية وممطن توعية صحية مواطنون من مستعملية طريق والمترشلين وأصحاب السيارات تفاحلوا مع هذه الحملة التي تأتي في وقت ذروتنا بعد التخلي عن إجراءات الحجر الصحي الشامل وتمديد فترة حذر الجولان إلى العاشرة ليلا خلال شهر أوت خاصة حملات ضرورية ويومية ما لعبة أصغار لعبة سيدة اليوم إذا ما صروا لنش حملات كيف حكة وما صروا لنش وعي وبدلنا العقلية توصوا بساعتها مجرى فوضى فوضى بطريقة مش عادية وما يجيها كدبون يقص عليك عادي موتورات عادي يمشي عادي في جزيرة جربا وغيرها من مناطق ولاية مدنين ارتفاع مستمر لضحايا حوادث الطرقات مقابل أسباب متواصلة بشرية وبنية أساسية خاصة دولياً دعت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللجئين جيران أفغانستان إلى إبقاء الحدود مفتوحة بعدما أدى تقدم مقاتلي طالبان إلى تفاقم الأزمة في البلاد وقال ديبلوماسيون إن مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة يناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة طالبان وكانت طالبان صعدت حملتها للسيطرة على البلاد مع استكمال القوات الأجنبية انسحابها في أخبار الرياضة أهلت لعبة التنسة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية وعشرين عالمياً للدوء الربع النهائي من بطولة موريال الكندية إثر انتصارها على الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة الثامنة بمجموعتين دون رد وستباري أنس جابر في الدوء الربع النهائي غدن الأمريكية جيسيكا بيغولاها المصنفة الثامنة وعشرين وفي بطولة تورنتو الكندية لتنس الرجال بلغ الروسي دانيال مدفيداف المصنف ثاني عالمياً الدوء الربع النهائي بفوز على الأسترالي جيمس داكورتا بمجموعتين دون رد مدفيداف سيلاقي في الدوء الربع النهائي البولوني إبار هيكاز المصنف سابع ختم هذا الموعد الإخباري ونشير مشاهدين لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفز تونسيا تونسيا تي بي بونتين بقية متابعة طيبة لبرمجنا كونوا بخير إلى اللقاء موسيقى